العراء هو بيتهم فيه يأكلون وفيه ينامون وفيه يحلمون بالعودة إلى شقاقهم السكنية لكنهم يستيقظون دون تحقيق الحلم منذ الزلزال الأول والناس تنام في المتنزهات 40 أو 60 بالمئة من السكان يفعلون ذلك في الساعة الثانية صباحا كان هناك هزة أخرى وأتوقع أن يهرب 90 بالمئة من السكان خارج بيوتهم نحن هنا لليوم الثاني هذه هي حال الكثير من سكان مدينة تبريز الواقعة في شمال غرب إيران والتي ما زالت تتعرض لهزات أرضية تابعة لزلزالين قويين ضرب الإقليم يوم السبت وترك عددا من القتلى يتزايد حتى تعدى المائتين والثمانين حسب بعض الروايات الرسمية بعيدا عن المتنزهات هناك المستشفيات أو بالأحرى طرقاتها التي لجأ إليها حوالي ألفي مصاب والأعداد في تزايد لتطفي مزيدا من الضغط على عمل التواقم الطبية العاملة هناك وعلى الإمكانات المتواضعة في هذه المستشفيات الأضرار المادية أعم وأشمل وسائل الإعلام الإيرانية تقول إن ستة قرى دمرت وأصيبت نحو ستين قرية بأضرار تزيد عن خمسين بالمئة رجال الإنقاذ لم يتمكنوا من الوصول إلى بعض القرى التي ما زالت بحاجة إلى مساعدات غذائية وطبية ومادية ولأن إيران تقع على خطوط صدع رئيسية وشاهدت العديد من الزلازل المدمرة في السنوات الأخيرة من بينها زلزال 2003 الذي أدى إلى مقتل خمسة وعشرين ألف شخص فربما لن يكون هذا الشهد هو الأخير أمام غضب الطبيعة مصطفى المنشاوي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر